وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز قدرات البنية المعلوماتية الرقمية للدولة لما لذلك من مساهمة مباشرة في جهود التحول الرقمية كما وجه رئيس السيسي خلال اجتماع بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات بالتوسع في التعاون مع دول الافريقية في إطار مبادرة مصر الرقمية وتشجيع الشركات المصرية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التعاون مع نظيراتها الافريقية لبناء منظومات رقمية متكاملة اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمر طلعة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة المشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز استخدام أحدث التقنيات لمضاعفة قدرات البنية المعلوماتية الرقمية للدولة لما لذلك من مساهمة مباشرة في جهود التحول الرقمية بالتوازي مع تدريب الكوادر البشرية على شتى مجالات المهارات الرقمية لدعم الأداء الحكومية وتوفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين وقطاع الأعمال على مستوى الجمهورية وذكر المتحدث الرسمي أن السيد وزير الاتصالات عرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها من قبل الوزارة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار تعزيز محور بناء الإنسان المصري والتي شملت التوسع في بناء قدرات وإعداد الكوادر البشرية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المهارات الرقمية فضلا عن مشروع إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة الذي سيضم مبنى الابتكار ومعهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات كما تم عرض جهود تطبيق مبادرة مصر الرقمية التي تستهدف المتدربين والخريجين والمهنيين المستقلين والعاملين في مختلف المشروعات القومية إلى جانب مبادرة أفريقيا للإبداع الرقمية والتي كان قد أطلقها السيد الرئيس حيث وجه سيادته بالتوسع في التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة في هذا الإطار خاصة من خلال تشجيع الشركات المصرية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التعاون مع نظيرتها الأفريقية لبناء منظومات رقمية متكاملة فضلا عن إتاحة التدريب التقني المتخصص للشباب الأفريقية في مجالات التكنولوجيا المختلفة